زي ما كابتن سامير كان بيكلم دلوقتي مسألة الزمن القياسي هل ده كان طبيعي بالنسبة لأي دولة تانية لو كانت في مكاننا إن هي تقدر تنظم بطولة بهذا الحجم في هذا التوقيت؟ لا مصر الحمد لله طبعا بتوجيهات طبعا سيد رئيس عفلتة حسيسي أعتقد إنه كان فيه توجيه منه في توفير كل الإمكانيات لنجاح البطولة التحضير كان جيد جدا جدا اهتمام عالي جدا من الحكومة كمان الوزير مصطفى بن البولي زي ما ذكر كابتن سامير كامونا كمان إن طبعا اللجنة العليا الخاصة المسؤولة طبعا عن الملاعب وإشراف عن الملاعب بالنسبة لكابتن محمد فضل عملوا شغل كويس جدا ومتابعة جيدة جدا الوزير طبعا أشرف صبحي كل اهتمامات من كل مسؤولين الدولة فعلا شفنا البنية التحتية يعني بتيجي فرصة دينا البلدنا إن احنا ننظم البطولة ديت فبيبقى فيه اهتمام البنية التحتية فبنشوف استادات دلوقتي احنا على أعلى مستوى بالنسبة مواكبة الاستادات الأوروبية اللي احنا بنشوفها بشكل جيد جدا هنشوف دخول بشكل حضاري جدا بالنسبة للجماهير هتشوفي طائرات بتابع الجماهير في الدخول والجلوس والتحركات وتبقى مواكبة كلها للحاجات الايديل الخاصة بالنسبة للجماهير سوبل الراحة مهمة جدا بالنسبة للمواطن مصر إن يخش ويخرج يبقى مستمتع بشكل عينيه شايفة كل حاجة حلوة كل حاجة جميلة خاصة بالطرق الخاصة جدا اهتمام وتطوير في الفنادق في الطرق في الملاعب الفرعية الخاصة بالتدريب اعتقد شيء مهم جدا قبل ما نفكر في إن مصر إن شاء الله ربنا وفقها وده طبعا شعور داخلي من جوان إن مصر تحرز البطولة يهمنا في الأول وفي الآخر نجاح البطولة نجاح البطولة لإن كلنا مسؤولين وجماهير عليها مسؤولية كبيرة جدا